اهلا بكم من جديد احتفل نظام الأسد بالذكرى الخامسة والسبعين لما يسميه بعيد الجيش السوري جيش شهد على مر عقود تغييرات كبيرة ولعل أبرزها كان بعد انقلاب البعث وتسلم حافظ الأسد للسلطة وظهر ذلك جليا من خلال دوره في قصف ومهاجمة المناطق التي ثارت ضد النظام ما يطرح تساؤلات حول مستقبله وسط صراع النفوذ بين موسكو وطهران داخله والشكل الذي سيتم إصلاحه به في حال حصول تسوية سياسية مهند منصور والتقرير التالي في الأول من آب عام 1945 تسلمت الحكومة السورية القوات المسلحة من الاحتلال الفرنسي قبيل جلائه عن البلاد وأصبح هذا اليوم هو عيد الجيش وبات لسوريا المستقلة جيش وطني شارك في حرب تحرير فلسطين عام 1948 حافظ الجيش على بنيته رغم الانقلابات العسكرية في الخمسينيات ولكن الانقلاب الفاصل كان انقلاب حزب البعث في آذار عام 1963 والذي جاء بصلاح جديد وحافظ الأسد إلى السلطة وبعدها بدأت تصفية الجيش من الكفاءات وتطييفه في عهد الرئيس أمين الحافظ ليخسر الجيش حرب حزيران عام 1967 وكان حينذاك حافظ الأسد وزير للدفاع والذي كان قريبا من الاتحاد السوفيتي وفيما بعد انقلب على رفاقه وأودعهم السجن وجاء إلى السلطة وأصبح مصطفى طلاص وزيرا للدفاع هنا جاء المنعطف الأكبر إذ تحول الجيش من جيش وطني إلى عقائدي يهتف فقط باسم الرئيس ويفديه بروحه وأصبح شقيق حافظ رفعت أحد أبرز قادة الجيش وأسس ما يسمى بسرايا الدفاع للدفاع عن النظام الحاكم خاض الجيش حرب تشرين ولكنها لم تستعيد الجولان أعادت فقط مدينة القنيترة مجرد أنقاض وما زالت حتى اليوم أمضى السوريون حياتهم ينشدون لحمات الديار كل صباح في عهد حافظ الأسد ويعيشون شظف العيش بذريعة دولة المواجهة والمقاومة وأن ثمانين بالمئة من الميزانية تذهب لدعم الجيش جيش احتفظ بحق الرد لعقود ضد إسرائيل وأكثر قدرة على اتفاع عن خطية التقدم والنظام من أجلها ولكن ما إنهتف السوريون ضد الأسد الإبن حتى جاء الرد سريعا وصادما للسوريين عندما دخل الجيش درعة وتوالت بعدها مشاهد الدمار والمجازر حتى اليوم وأصبحت مهمة الجيش هي حماية نظام الأسد وليس حماية الشعب والوطن شهد الجيش على إثرها انشقاقات من صفوفه لكنها لم تكن واسعة تهلهل جيش النظام في وجه قوات المعارضة لولا التدخل الروسي والإيراني وأدى ذلك إلى انقسام الجيش إلى فيالق مدعومة من روسيا كالفيلق الخامس وفرق تدعمها إيران كالفرقة الرابعة التي يقودها شقيق بشار ماهر الأسد دعم لن يكون كما قبل مع فرض عقوبات قيصر التي تستهدف أي داعم لجيش النظام كل ذلك جعل شريحة واسعة من السوريين تفقد الثقة بالجيش ومع ذكر تأسيسه يحتفل النظام بجيشه ويهنئه على الانتصارات ولكن انتصر على من؟ على منازل وأرواح السوريين للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي في أستوديو الخبير والمخلل العسكري العقيد أحمد حمادة ومعنا الدكتور ردوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عبر الأقمار الصناعية من واشنطن أرحب بكم وأبدأ معك دكتور ردوان كيف استطاع حافظ الأسد التغلغل في الجيش؟ على أي أساس بنى هذا التغلغل؟ من ساعده في ذلك؟ شكرا أعتقد عندما استقلت سوريا وحصلت على استقلالها من الاحتلال الفرنسي كانت هناك شكوك لدى الرئيس الأول شكري على القوة ومستشاري بالجيش لأن فرنسا خلال وجودها في سوريا اعتمدت بشكل أو بآخر على الأقليات العرقية والأقليات الطائفية من عجل تكوين الجيش ولذلك كان الرئيس شكري على القوة لديه تحفظ كبير على استلام هذا الجيش من الوريث الفرنسي وطالب بذلك دعم جهات موازية وحصول دعم موازي للشرطة المدنية ولغيرها لتوازي هذا الجيش الذي حصل طبعا شكري على القوة للم يعمر كثيرا وبدأت الانقلابات يعني صدق حدث القوة لبدأت الانقلابات مع انقلاب الأول لحسني الزعيم عام 1949 آذار وبعدها تتالت بعد تقريبا وصول عبد الناصر إلى الحكم في عام 1958 في مصر والوحدة السورية المصرية في عام 1958 بدأت ظهور فكرة ما يسمى الجيش العقائدي يعني الجيش ليس وظيفته وحماية المواطنين وحماية سيادة الدولة وأراضيها وإنما الوصول إلى السلطة بطرق عسكرية من أجل تحقيق ما يسمى النهضة والتقدم والوحدة والحرية والإشراقية وغيرها من الشعارات التي رددها حافظ الأسد فيما بعد ورددها قبله عبد الناصر ولذلك ذهب حافظ الأسد وغيره من ما يسمى اللجنة العسكرية في مصر المؤلفة من ستة أشخاص والمفارقة أن هؤلاء الستة العضاء في اللجنة العسكرية كانوا من أبناء الأقليات شكلوا فيما بعد النواء الحقيقية التي تقريبا سيطرت على مفاصل رئيسية في الجيش بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963 وأصبحت هناك محاور داخل الجيش الانقلاب الذي وضح هذا المحاور عام 1966 كان هناك ما يسمى كتلة الدمشقيين وكتلة البعثين وكتلة الناصرين بالتأكيد كانت كتلة البعثين التي يسيطر عليها صلاح جديد وحافظ الأسد هي الأقوى تمكن حافظ الأسد من وصول إلى السلطة عام 1970 وبعد حرب تشرين عام 1973 صار هناك تحول كبير بالجيش تقريبا بسبب دعم الأموال الخليج بشكل رئيسي من أجل بناء ما يسمى التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل وتحول الجيش إلى تقريبا أدام أدوات قطاع من القطاعات العام بمعنى تحويل كل البطالة بعدم القدرة على خلق فرص عمل إلى الجيش وبنفس الوقت تغيير الالتزامات الطائفية تقريبا الخيارات أو الانقسامات الطائفية توضحت بشكل كامل مع عزمة النظام مع الإخوان المسلمين عام 1980 وهو تقريبا ما حول الأجهزة العمنية والجيش إلى الجيش عقائدي طائفي بشكل أو بآخر وجدنا نتائجه تماما مع بداية الثورة السورية هو مبحث كبير لكن كنا بحاجة لهذه الإضاءة السريعة عقيد حمادة هل تغيرت تركيبة الجيش في عهد بشار الأسد لاحقا نتحدث هنا ربما حتى عن الفترة السابقة للثورة مساء الخير كل عامين وأنتم خير لك وللسادة المشاهدين ولضيف الكريم طبعا الجيش لا يعني هو فقط مجموعة من المقاتلين ومجموعة من الأهليات العسكرية يطلق عليها الجيش ولكن الجيش هو مجموعة من المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب ويكلف جزء من هذا الشعب لتنفيذ هذا المبادئ أو الناموس الكلي للمجتمع فالجيش السوري الذي اليوم المفروض أن نحتفل في الذكرى الـ 75 لتأسيسه وتحول بعد عام 63 إلى جيش يختصر حافظ الأسد والمجموعة السرية العسكرية بدأوا بتحويل هذا الجيش إلى مؤسسة طائفية تخدم النظام وتخدم أجندات هذا النظام والأساس في العقيدة في الجيش هو العقيدة العسكرية التي تكلمنا عنها ولكن العقيدة العسكرية بدأت بالتحول بعد هذا الانقلاب 63 وبدأت تنهل من حزب البعث حيث قال حافظ الأسد بأن هذا الجيش ليس جيشا سياسيا أو جيشا بشكل كلاسيكيا كما هو جيوش العالم بل هو جيشا عقائديا ينهل من حزب ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ويحافظ على السورة ويأخذ مبادئه أو العقيدة العسكرية من فكر حافظ الأسد ومن فكر الحزب فقط هذا هي المبادئ لذلك الجيش بتركيبته العضوية هو مجموعة من القواق وجويق وبحريق وبرية بالإضافة إلى المؤسسات المرتبطة في الجيش كالدفاع المدني كالشرطة المدنية ويتألف الجيش كان قبل الثورة السورية من ثلاث فيالق فيالق أول فيالق ثاني فيالق ثالث ولكن أضيف إلى الفيلق الرابع والخامس كتركيبة مختلفة بدعم روسي نعم بدعم الفيلق الخامس وفيلق روسي كما أضيف له الفرقة الثلاثين والفرقة الثمانية التي هي خارج إطار الجيش الجيش كان عبارة عن 350 ألف تقريبا من العاملين وبحدود 250 إلى 260 ألف من الاحتياط هذا هو تركيبة الجيش النظامي ولكن عند بدء الثورة السورية التي خارج المواطنون المدنيون يطالبون بالحرية والكرامة ورفعوا الورود في وجه هذا الجيش ولكن الأوامر التي كان بشار الأسد وسبقوا والده بحافظ الأسد من خلال اللجنة العسكرية السرية في القوات المسلحة التي شكلت في عام 1959 من محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد وعبد الكريم الجندي وأحمد المير هذه اللجنة عملت على تحويل هذا الجيش من جيش وطني إلى جيش يخدم أجندات هؤلاء وحافظ بشار الأسد على ذلك ربما نعم وبشار الأسد عبارة عن وارس وارس لهذه التركيبة الطائفية كما قلنا ولكن ازداد الفساد ازداد التدهور الوضع في عهد بشار الأسد حيث قادت الفرق والفيالق يعني يعتبرون هذا وريس قاصر ولد ولكن بالتالي اجتمعوا حول عدائهم للشعب السوري والثورة السورية مع ذلك عقيد حمادة يعني بعد الثورة بدأت الانشقاقات في الجيش استمرت لفترة ومن جميع الرتب وحضرتك كنت أحدهم يعني ومن ثم توقفت هذا التوقف لماذا حدث؟ كيف استطاع النظام إيقاف هذه الانشقاقات؟ النظام لم يوقف هذا الانشقاق أبدا تم انشقاق أكثر من 350 ضابط من ضباط الشرطة هناك 5600 ضابط تقريبا من الجيش وهناك 65 ألف ولكن البقيل التي بقيت إما هي عبارة عن الفئة المستفيدة من هذا النظام أو من الغير قادرة حيث قام النظام في بعض القطعات العسكرية إلى احتجاز عائلات الضباط في معسكرات أو في مساكن كما هو معروف قام قيادة الجيش للنظام بتأسيس مساكن مثلا مساكن لكل مطار مساكن لكل فرقة عسكرية مساكن لبعض الألوية وتم وضع عائلات هؤلاء الضباط والجنود في هذه الأماكن فلم يستطع أحد الدروب هذه الرقابة الأمنية كانت تتم عن طريق الجيش نفسه أم أنه صلت عليهم مخابرات أخرى هل تحولت وظيفة جزء من الجيش لمراقبة الجزء الآخر؟ الجيش لا يمكن أن يأمن أي ضابط لضابط آخر أو لعسكري أو لمجند هناك الجميع مراقبين والجميع مهددين في الاعتقالات هناك عدد كبير أكثر من 2000 أو 2500 ضابط كما قيل لنا تم اعتقالهم من الفرق العسكرية وتم إعدام عدد كبير منهم في سجون النظام وفي المعسكرات أو في الثكنات وتم إقفاؤهم بشكل كبير ولكن الانشقاق أتوقع هناك بعض الأسباب كذلك التي دعت إلى وقف انشقاق الضباط هو الحالة المتردية التي عاش بها الضباط في مرحلة الانشقاق لم يلتفت إليهم أحد وكما هو معروف تم قيادة القطعة الثورية ما حدث للمنشقين هذا أيضا مبحث كبير ربما نفرد له لاحقة دكتور ردوان ما الوضعية التي يمكن أن يتخذها ما تبقى من جيش النظام أو قوات النظام إذا ما كان هناك حل سياسي يمكن أن يبنى عليه نواة لجيش سوريا مستقبلا لا أعتقد أن المعارضة يمكن أن تقبل بذلك كبعي شكل من الأشكال ولا أعتقد أنه في البروتوكولات الأمم المتحدة الخاصة بما يسمى إعادة بناء المجتمعات بعد الصراع المسلح مبدأ رئيسي هو طبعا إعادة بناء الجيش الوطني الجيش في سوريا تقريبا تحول إلى ميليشيا طائفية فإقت القدر على القتل وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية نحن نذكر على سبيل المثال في عوام 2013-14-15 كانت تسقط البراميل المتفجرة على أسقف السوريين ورؤوسهم وتقتل الآلاف من المدنيين بشكل يومي دون أن يصدر بيان واحد من وزارة الدفاع يوضح لماذا تسقط هذه البراميل المتفجرة بشكل عشوائي وبالتالي الجيش السوري لم يعد تقريبا نحن نستطيع أن نتحدث عن هيكلية وطنية مهنية بشكل أو بآخر نتحدث عن ميليشيا طائفية ترتكبت عدد كبير لا يحصى من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وبالتالي من المستحيل على المؤسسات الغربية أن تقبل تقريبا بالجيش ما الذي يصار إليه في هذه الحالات هل تحل جميع التشكيلات؟ هذا يعود إلى السوريين في المستقبل نعم تفضل يعود إلى السوريين في المستقبل يعني هناك عدة سيناريوهات السيناريو الأول هو ما يسمى إعادة إدماج المعارضة العسكرية في قطعات الجيش يعني كما حدث مع الفيلق الخامس هو تقريبا إعادة إدماج لمقاتلي الجيش الحر في فيلق خامس لكن تحت إدارة الروسية ولذلك أعتقد أنه ليس هناك تقريبا سيطرة لقيادة الأركان المركزية في دمشق على قيادة الفيلق الخامس ولذلك لا نستطيع أن نقول أنها تجربة ناجحة وأيضا هي لم تنجح تقريبا في الكثير من الدول الإفريقية تجربة أخرى هو حل الجيش كما جرى في العراق وهي أيضا ليست تجربة ناجحة أنا برأيي السيناريو الأفضل وهو السيناريو الثالث هو أن يعادة تركيبة الجيش وإنما على أسس وطنية ومهنية مختلفة وأن تجري هناك ما يسمى عمليات التحقق والتطهير يعني كل شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم حربة وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالقتل العشوائي التعذيب إطلاق البراميل المتفجرة هذا يتم فصله من الجيش فورا ويتم إعادة الرتب وإعادة تقريبا بشكل الأهم النقطة الأخرى والذي سمحت لي هو حجم الجيش لا أعتقد أن سوريا تحتاج إلى هذا الجيش بهذا الحجم الكبير إلا إذا سوف تستخدمه كما استخدمه حافظ الأسد مستقبلا وبالتالي يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول الجيش وماذا نريد أنا أتفهم تماما أن ما سألت هناك جزء من الأراضي السورية محتلة في الجولان وعليها استعادتها ربما بطرق سلمية أو بطرق عسكرية لكن ما زالت تحتاج إلى جزء من كوادرها الوطنية هو أن يكون هناك جيش وطني لكن ليس بهذا الحجم الكبير يجب أن نركز على مهنية وحرفية الجيش أكثر بكثير مما يسمى بالاعتماد على تحويله إلى مؤسسة قطاع عام من أجل تخزين البطالة في المجتمع السوري طيب عقيد حمادة روسيا وإيران تتنافسان بشكل أو بآخر لتغلغل في قطاع الجيش أو حتى دمج تشكيلات أخرى داخله أيهما أكثر سيطرة عليه بتقديرك يعني اليوم الدولتين فعلا هم يحاولون السيطرة على كل مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية والأمنية أكثر بشكل كامل ولكن اليوم إيران لديها عدة مستويات من السيطرة على الجيش السوري المستوى الأول هي وجود الجيش الإيراني الحقيقي العضوي من الإيرانيين اثنين عن طريق الميليشيات حزب الله وعدد كبير من الميليشيات التي تتغلغل في كل قطعات الجيش وتأمر وتنهي كحزب الله الذي يعدم بعض الضباط والجنود في حجة التراخي أو الانسحاب أمام وهم يقاتلون إلى جانبه على الأرض بخلاف الروس الذين كانوا يشكلون مطار جوهرية نعم هذه المستويات كذلك هناك قطعات عسكرية خالصة يعني للإيرانيين في مستوى سوريا كالمطار دمشق الدولي هناك مطار التيفور الذي يحوي طائرات الدراون وغيرها هناك مطار المزة هناك مطار حما الذي يتم استخدامه كمستودعات إذن هو متغلغل بشكل كبير ولكن روسيا تحاول أن تصلح أو تجعل هناك بعض القوى محسوبة عليها تنفذ أجنداتها ولكن تغلغل الحالة الإيرانية مع الحالة الروسية تمنع أي طرف من الأطراف الأخرى أن يستغني عن الطرف الآخر فالروس هم بحاجة إلى القوات الأرضية للإيرانيين على الأرض كذلك الإيرانيين هم بحاجة إلى القوى الجوية والفضائية والبحرية وغيرها الروسية وأي عمل تقوم به روسيا ضد الميليشيات الإيرانية أو ضد عصابات إيران في أي مكان ربما عصابات إيران تستخدم الإغتيالات وتستخدم أمور أخرى لذلك حتى الآن روسيا لم تعلن بأنها في صدد قبول الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والدولية من أجل إزاحة إيران من الساحة العسكرية السورية الأمر ليس بهذه السهولة ولكن الفيلق الخامس الذي تم تشكيله ورأينا في الفترة الأخيرة انطلاقة مظاهرات للفيلق الخامس في درعة تسقط هذا النظام وحتى رئيس هذا النظام تدل على وجود شرخ كبير في الحالة الروسية الإيرانية والنظام ولكنهم حتى الآن أنا سميتهم منذ عدة سنوات بأن الوجود العسكري الإيراني والروسي هو كزواج المتعة 100 بليم هل لم تكن روسيا تدرك منذ البداية أنه لا يمكن أن تدمج بشكل كامل مقاتل خرجا لقتال النظام في صفوف النظام مرة أخرى هي يعني التعرف تدرك ذلك لذلك قوات النظام عندما تقوم في أي عملية تضع الفيلق الخامس أو بعض المنشقين الذين صالحوا النظام في الصفوف الأولى من أجل قتلهم والتخلص منهم كما أن هناك قوات النظام ومخابراته اعتقلت عدد كبير في درعة اعتقلت ضباط منهم موسى الزعبي وغيرهم وتم تصفيتهم في سجون النظام إذن لا ثقة في وعود النظام لا ثقة في وعود الروس ولكن وجود حالة الفيلق الخامس هو حالة من أجل التهرب من بعض سطح النظام وسلطته في هذه المنطقة وربما كذلك الحالي الاقتصادي ضغطت على الناس بشكل كبير جعلت قسم منهم باتجاه الفيلق الخامس والنفوذ الإيراء الروسي وهناك بعض من الناس ذهبوا باتجاه الفرقة الرابعة ومخابرات العسكرية وبعض القطعات التي هي تشرف عليها إيران وتمويلها إيران دكتور رضوان بدأت واشنطن بفرض عقوبات على قطع من الجيش نذكر منها الفرقة الرابعة وأيضا الفرقة الأولى مؤخرا يعني كيف يمكن أن تؤثر عقوبات كهذه على الجيش فعلا يعني فرض العقوبات على الفرقة الرابعة والعيد أيضا الفيلق الأول في الدفع الأخيرة من عقوبات حما الأخيرة في قانون قيسر يدل بشكل أو بآخر أن هي مؤسسة عسكرية رئيسية داخل النظام أصبحت في دائرة الاستهداف الدولي لا يستطيع الآن الجيش يعني كمؤسسة إعادة تقريبا تشكيله أو الحصول على دعم من قبل قوات مساندة له بشكل رئيس الشركات الروسية لأن القطع الأصلية هي تحت العقوبات وأيضا قادة هذه الفرق والقطع العسكرية سوف يكونون تحت العقوبات ضمن قانون قيسر المهم بالنسبة للمراقب السوري أن هذا يظهر تقريبا بشكل ما يعرفه السوريون تماما أن الجيش السوري هو عبارة عن جزء رئيسي من نظام الأسد كل الإدعاء الذي يحاول به النظام أن يكرره أيضا الشبيحة والموالون له بأن الجيش العربي السوري وأنه الجيش مثل العلم جزء من سوريا كدولة وليس هي النظام هو كذب وعاري من الصحة وأعتقد معاناه السوريون تقريبا من الجرائم الحرب والجرائم تضل الإنسانية التي ارتكبها فرق عسكرية من الجيش تدل تماما على فساد هذا الجيش والحاجة إلى إعادة بنائه من أول وجهة هل يمكن حتى لو أعيد بنائه هل يمكن إنهاء هذا التغلغل لهذه المؤسسة داخل الدولة بشكل أو بآخر لأن تجارب الدول الأخرى قد وضحت أن تغلغل الجيش في الدولة قد لا يمكن فكاكه حتى بعد الثورات كما حدث في مصر على سبيل المثال تقريبا الجيش في مصر مختلف تماما عن الجيش في سوريا الجيش في مصر تقريبا مؤسسة إليها استقلالية اقتصاديا عبر الاستثمارات مختلفة مختلف عن الجيش السوري الذي يحصل على ميزانياته من خلال وزارة الدفاع بدون أي رقابة من قبل البرلمان بالتأكيد المستقبل بعد نظام الأسد سوف يتم تخفيض وحدات الجيش بشكل كبير التركيز على هدف الجيش الذي سوف يقوم أن ما نحتاج من هذا الجيش الإجابة على النقاش الوطني سوف يجيبها على هذا السؤال وهذا ما يحدد مقومات وعقيدة الجيش الرئيسية أشكرك شكرا جزيلا دكتور أدوان الزيادة البحث في المركز العربي للبحاث ودراسة السياسات كنت معي من واشنطن أشكر أيضا إضافي الصوديو الخبير والمحلل العسكري العقيد أحمد حمادة المزيد من المعلومات والإخبار مشاهدين على موقعنا سيريا دور تيفي إلى اللقاء